الآن وقفتنا الأسبوعية في شباك الصحة بصحبة دانيا أرشيد مساء النور تانيا مساء الخير ندين ومساء الخير لجميع المشاهدين اليوم نتحدث عن أهمية المساحات الخضراء صحيح خصوصا في العالم المعاصر يعني كثرة كثير كثرة البناء على حساب المساحات الخضراء وهذا ربما له تداعيات واضحة على صحة الكبار والصغار إذن تبين دراسة نشرت في مجلة The Lancet Planetary Health أن الأطفال الذين ينشأون في المناطق الخضراء يتطورون على نحو أفضل إذ تجلى ذلك في انخفاض المشكلات السلوكية وزيادة الانتباه والذاكرة والأذاء الأكاديمي قضاء الوقت في المساحات الخضراء وفوائده العديد على صحة الإنسان العقلية والجسدية لا تقتصر على البالغين فقط إذ وجدت دراسة كندية جديدة أن الأطفال الذين نشأوا وهم يلعبون في الخارج في بيئات طبيعية غنية يظهرون تطورا عاما أفضل الأبحاث السابقة أشارت إلى أن العيش في المساحات الخضراء مثل الغابات والمنتزهات والحدائق يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الأطفال في سن المبكرة وتجلى ذلك بانخفاض المشكلات السلوكية وزيادة الانتباه والذاكرة والأداء الأكاديمي وفي محاولة لفهم أفضل كيف يؤثر قضاء الوقت في الطبيعة على التطور المبكر درس الباحثون نحو 27 ألف طفل في فانكوفر في كندا منذ ولادتهم حتى سن الخامسة وتبين أن جميع الأطفال تطوروا جيدا من حيث المهارات اللغوية والقدرات المعرفية والمهارات الاجتماعية ولكن ما لفت نظر مؤلفة الدراسة هو أن الأطفال الذين يعيشون في منطقة سكنية فيها مزيد من النباتات والبيئات الطبيعية أظهروا تطورا عاما أفضل من أقرانهم الذين لديهم مساحات خضراء أقل عادة ما يؤثر العيش في المناطق الحضرية الصاخبة والمزدحمة على صحة الأطفال لأنه قد يتسبب في زيادة التوتر والاضطرابات النوم لذلك ينصح الباحثون الآباء الذين يعيشون في مدن مزدحمة باستحاب أطفالهم بانتظام إلى المساحات الخضراء المحلية وإذا أردنا أن يحصل أطفالنا على بداية جيدة فمن المهم توفير بيئة غنية صحية من خلال الاتصال بالطبيع دانيا هذه الدراسة الجديدة هل يمكن أن تنعكس على تخطيط المدن بمعنى ربما تدفع لزيادة المساحات الخضراء صحيح ندين ربما هناك حاجة إلى مزيدا من البحث في هذا المجال ولكن يبدو واضح أن المساحات الخضراء تعزز من السلوك الإدراكي والعقلي وغيرها من الأمور للأطفال لذلك ربما سوف ينعكس ذلك على تخطيط المدن الحضرية وخصوصا المدارس والحرص على جعل مساحة خضراء أكبر للعب واللهو خصوصا في أوقات الراحة وغيرها من الأمور طبعا هذا الشيء يبدو جليا ليس فقط لصحة الأطفال حتى لصحة البالغين في أوقات لاحقة تحدثت في التقرير وشرحتي هذا الجانب بالنسبة للأطفال ماذا بشأن الكبار؟ طبعا هناك دراسات عديدة أشارت إلى أن قضى الكثير من الوقت أو كلما قضى الإنسان البالغ وقت أكثر في المساحات الخضراء كلما انعكس ذلك على صحة القلب والأوعية الدموية كلما حد من الإصابة بالسكري من النمط الثاني هذا مفيد أيضا للصحة الحامل والطفل الموجود في أحشاء أمه أيضا تبين أن الأشخاص الذين خضعوا للعمليات الجراحية وكان لديهم غرف مطلة على مساحات خضراء كانت نسبة التعافي أسرع بنسبة 8.5% من الأشخاص الذين لم تكن غرفهم تطل على المساحات الخضراء هذا يدعون لهجرة المدن صحيح والمكوث أكثر مع الطبيعة طبعا في موضوعنا الثاني مصطلح ضباب المناخ ماذا يعني؟ ضباب الدماغ نعم كما تعرفين ندين مشاكل رأي عالم بالمناخ صحيح كما تعرفين مشاكل لون كوفيد هي ربما اليوم تؤرق الأطباء وتؤرق المرضى الذين تعافوا من كورونا ولكن استمرت معهم أعراض لون كوفيد أو متلازمة كوفيد طويل الأمد إذن وجدت دراسة جديدة أن الناجين من كوفيد 19 قد يعانون من ضعف إدراكي المعروف بالعمية باسم ضباب الدماغ لعدة أشهر بعد التشخيص قيمت الدراسة الأداء الإدراكي ل740 شخصا تعافوا من كوفيد 19 وتلقوا جميعا العلاج في المستشفى عند التقييم واجه 24% من المشاركين مشاكل في تعلم معلومات جديدة وتأثر استرداد المعلومات التي تم تعلمها سابقا لدى 23% من المشاركين وكان الوقت المستغرق لإكمال مهمة ذهنية أبطأ في 18% كان الأشخاص الذين عولشوا في المستشفى أكثر عرضة بنحو ثلاث مرات لإظهار مشاكل في الانتباه وبأكثر من مرتين لإظهار مشاكل ترميز الذاكرة كما زاد احتمال تعرضهم لمشكلات تتعلق بالأداء التنفيذي بمقداري مرتين تقريبا دانيا أيضا ذكرينا بالمشاكل الأخرى الناجمة عن كوفيد طويل الأمد طبعا كوفيد طويل الأمد يبدأ بعد التعافي من كورونا يعني تكون فحوصات كورونا أو فحوصات اختبار كورونا سلبية ولكن تستمر أعراض من أسابيع لأشهر أهمها الإرهاق أو التعاب الذي يلازم أكثر من 60% من المرضى المصابين بلون كوفيد أو متلازمة كوفيد طويل الأمد بعدين في ضعف في التركيز وربما ضعف الذاكرة ومشاكل إدراكية وغيرها من الأمور البعض يختبر طنين في الأذن البعض يختبر بعض المشاكل في الرؤية وغيرها هل يمكن التعافي منها؟ طبعا هذا سؤال يستحوذ على اهتمام الأطباء اليوم خصوصا مع زيادة العيادات التأهيلية لمرضى كوفيد طويل الأمد في البداية أهمله أهمله كثيرا هؤلاء المرضى لأنه كان الاهتمام منصب على مرض كورونا بحد ذاته اليوم لأ العيادات تزداد وتأهيل هؤلاء المرضى ومعالجتهم فيزيائيا وإدراكيا ومعرفيا يستحوذ أكثر وأكثر على اهتمام الأطباء والعيادات شكرا شكرا لك دانيا عشيد على هذه الوقفة شكرا شكرا